يعني إسكان العالم في كلمات هو نقل تجربة حية وطازجة وإنك تعدي بيها أشخاص آخرين إن زي ما أنت بحس نفسك إنك أيضا يحسه ده وكل ما أمكن إن خيالك يبقى أوسع بتبقى لديك رغبة شديدة في إنك توسع من مخيلة القارئ عشان يستوعب عالم هو مش واخد باله منه ما يعرفوش أنا الوحيد بس اللي هي بصمع عليه أنا الوحيد اللي عرفه يعني هي نوع يعني لو حبين أن نتخن الكلام زي زمان هو نوع من الخلود تخليط لحظة أو تخليط شعور أو تخليط موقف بحيث يتعدى الشخص ممكن يكون هذا الشخص يعني يتنتهي حياته لأنه هو عمره محدد بينما أجيال وأجيال وأجيال تستمر تتذكر هذا الشعب عيدي يا بلدي يا بلدي عيدي يا بلدي يا بلدي علاقتي بالقراءة يعني بدأت مبكرة لأن فجأة اكتشفت في محتوات والدي كان فيه شنطة كده بحثتها فوق دلاب صغير أول مرة أعرف أن فيه حاجات إلهية وحاجات علوية وحاجات ضخمة جدا هرقل ويعمل إيه السبع حاجات اللي عملها كتاب فيه ما بعد عرفته أنه يعني اللي فكتور هيجو أظن كان من التردامة أحدى من التردامة أو حاجة حاجات بسيطة كده إنما هي دي اللي عرفتني أن فيه حاجة اسمها ختب وفيه حاجة اسمها عوالم أخرى متخيلة أو حقيقية قريت شجرة البقش للتاحسين والناس يقولوا لي ده أنت تقرى لتاحسين يعني أنا مكنتش شايفة أن فيه مشكلة مع تاحسين ولا العقاد يعني كانوا دايماً يتخيلوا أن يعني يتقري في سن معين يعني مش أنت يعني أنا طبعاً الكلام ده كان مثلاً عندي يقول التسعة سنين كنا حريصين طبعاً لأننا يعني يعني ما إحناش موسيرين قوي ولا إحنا يعني من الطبقة البرجيازية أو لحاجة كانت المكتبة زي مكتبة البلدية عندما تعرفنا على أن موجود مكان فيه ألاف الكتب كان كنز وكان يعتبر أو يعني فعلاً يحقق الغرض الرئيسي من عمل مكتبات العامة إنها مكتبات ممكن للفقراء والأغنياء عيدي يا بلدي وزرعي الأفضل من ناتي عيدي يا بلدي وعلمي قرقوا على ياتي عيدي ومتني في كل ملالي عيدي وأكدي سكان طوالي عيدي يا بلدي يا بلدي عيدي الأجهزات الصيفية بتاعت مرحلة الأعدالي كلها مش تدق من المرحلة الأعدالي كلها كانت دوام كامل في مكتبة البلدية بتاع المحل دورت في مكتبة البلدية دي مكتبة عريقة بعلقة من سنة 36 فيه ألاف كتب فلاقيت كتاب وأنا بدورها حاجة كده اسمي علم الأدب وأبص يعني يقولك الجزء الأول فيه علم الإنشاء والعروض أنا فاكر العروض ده من أيام الدراسة إنه فيه حاجة اسمها العروض والقافية وبعدين يعني اسم المؤلف نفسه كان غريب جدا العب لويس شيخه اليسوع ده مدرس البيان سابقا في كلية القديس يوسف في بيروت كلام غامض وغريب لدرجة إننا كنا فيه حلة زمانة نحن بعد ما نخلص عام دراسي ناخد ورق البيض من الكراريس ونعمل منها كشاكيل نروح لمطابع كده بشهرنا بقيت أملة صفحات كاملة من بحور الشعر وما يجوز فيها وما لا يجوز وعيوب القافية وإيه الصح وإيه الغرط وحاسس إن أنا وأنا مروح كأمني معايا ألف جنيه كان مشهد بتكرر سنويا في عيدة المريمية وكان بيعني مدهش جدا بالنسبة لي صبي صغير بيشوف هذا المشهد الرائع لراهبات يمشينا تحت المطر أحيانا وشايرين شموع وعملين يتضرعوا يا رب برحم كير يا ليسون كير يا ليسون كانت الراهبات الجميلات يمشينا تحت المطر كنا يحملنا شمعا ويهتفنا في نغم بللته الشجون كير يا ليسون كير يا ليسون والصبي النحيف الصبي الذي كنت يسقط بين حصانين دهشته والزنون كان يرقب مختبئا بين عارضتين من السور أن ينطفي لهب الشمع أو ينفرطنا كحبات مسبحة الجد كانت تضيء كعين القطاط انتظر غير أن الجميلات لا ينفرطنا ولا ينطفي الشمع تحت المطر والصبي النحيف الصبي الذي كنت تفركه رغبة في الصياح فعكر صفو السكون كير يا ليسون كير يا ليسون ثم غمس رجليه في الليل يعد ويعصر في الظل كيف يطارده كل هذا الشجر حالي وروحي وجمي كده بالن حالي وفني وعلمي كده بالن جدي وزاعي وألمي كده بالن تنفي أبويا وجمي يا بالن يا بالن المشهد ده كنت دايماً أشوفه من بيتنا القديم في الحقيقة وكان قابل يعني قريب جداً جداً من مدلسة نوترداند زوبتر فكنت أشوف التلامزة الصغيرين وهم بيخرجوا زي العنزات زي ما قلت كده واختة أندهش جداً من هذه الرقة اللي بتصيب العربجية أو الحوزية زي ما أنا قايل يعني وهما بيتعاملوا مع التلاميذ يعني هؤلاء القساء الغلاز إيه 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 يتحولوا فعلاً إلى رقة مدهشة وهما بيتعاملوا مع تلاميذ لأن فعلاً التلاميذ كان لاجب بحادتهم وجمالهم ده لابد أنهم يجبروا أي حد على التعامل معهم بهذا الشكل كان بيغزن ده مع صلصلة الأجراس يرفعهم الحوزي عالياً ويضعهم برفق في الحنطور كرجل يسب تماثيل هؤلاء التلاميذ الذين يتراقضون نحو بوابة نوترداند زوبتر مثل عنزات صغيرة لم يدركوا أبداً من أين يسقط الحصى كانوا يرفعون حقائبهم الجلدية مزعورين ويتلفت الحوزي غاضباً بعد أربعين عاماً أجل سعادة في الاعتراف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر